قلبك ما محتاج تقول اللي في قلبك علشان خاطر تطلع على فاطنك وترتاح وبصراحة انتو اللي عودتونا ان احنا ما نسكش فيكم وعودتونا ان انتو لعيبة مش رجالة. انتو الجيل العار اللي لما خرج من كاسر مولئة فرقائة اونساعتاشر تطلعتوا قلتوا امنيني ان اناك شركات بيبسي وشركات شبسي علشان خاطر تلمي من ورا خروجكم فلوس. وتقعدوا تتكلموا ان احنا بنتحمل مسؤولية. مسؤولية مجفوعة الاجر واغديني على شركاتها تطلعوا تتكلموا على خروج منتخب مصر. انتو اللي عودتونا ان في شرخ ما بيننا وبينكم. ان انتو مش منتخب مصر. انتو منتخب السوشيال ميديا ومنتخب المرضي عنهم. انتو منتخب دعم التحرش. انتو منتخب لا يؤمن بانه جمهوره هو اللي هيقدر لرجعها تاني. انتو اللي عودتونا على ان احنا مش مهمين بالنسبة لكم. فانتو وبيعتوش مهمين بالنسبة لنا. اغلب الناس ما بقاش فالق معها منتخب مصر يكسب ولا يخسر. اغلب الناس موضوع ان هم يحبوا الفرقة وبقى ش حاجة موجودة. اغلب الناس سكاطهم فيكم مش موجودة. اغلب الناس لما بيشوفوكم بيقولوا بتحسروا على الجيل اللي فات وبيقول ان ده جيل اللعيبة مش رجالة. ده جيل اللعيبة بتاع سوشال ميديا. ده جيل اللعيبة واخدين حاج مجور من حجمهم. دايما بنتشوف كده لما بتفرج عليكم في منتخب مصر. بناعرف ان تشد بتاع منتخبنا تقيل عليكم. عمرنا في مرة ما شوفناكم رجالة ولا شوفناكم في مرة بتحربوا على ان انتو تطلعوا كسبانية من ملعب. ما شوفناهاش. شوفنا دايما ان انتو في مبارارات بيحطوها بعد كل مباراة علاش الخطر ما تلقشوش انتو الليلة. شوفنا دايما كلام كتير جدا ان المشكلة فيكم انتو كجمهور مش مشكلة فينا احنا كلعيبة. محمد صلاح لما طالع ان برح وتكلم على الجمهور انا معاه في جزء كبير ان فعلا في شريحة كبيرة من الجمهور بتشجع لعيبتها وتشجع لمنتخب. بس دا ليه? لان انتو اللي عودتونا على كده. انتو اللي عودتونا ان انتو متنستهلوش اشجيع المنتخب المصري. متنستهلوش ان الشعب المصري هو فراقه. لو نتكلم على منتخب مصري واعلاقة ان الناس بيه الجزاريين والمغربيين والتوانسة وناس كتير جدا بتفهم كلامنا غلط. مع ان انتو يا جماعة لو ما كاننا هتفهموا كلامنا صح. في مسافة كبيرة او ما بين منتخب مصر وبين مشجعين. المسافة دي اللعيبة طبعنا هم اللي احطوها. فاحنا عندنا مشاكل كتير مع منتخبنا لان احنا مش حاسين ان دا منتخبنا. تخيل انت احنا اصدنا لمرحلة ايه? في موضوع ان المنتخب دا يكسب او يقسر بقيتش فرقة عند شريحة كبيرة. بس احنا بنقول و بنقول ان شاء الله بازن الله ممكن يقدر احمله حاجة. بس مع كل مباراة المنتخب دا بيقديها وبنطع الخسرانين فيها بنشوف ان اللعيبة دي اللي عندها دم ولا عندها روح ولا حتى كان عندها احترام للجمهور اللي بيشجعها. الجمهور اللي بيشجعها لما خسروا من جنوب افريكا اللي كان لهم تالت مع ذلك كلهم استقتروا ان هم يروحوا يسقفوا للجمهور اللي احترامهم وشجعهم تسعين ديئة وهم زين زبط مستلوش تجليح. انت عملت جاب ما بيني وما بينك. فلما انا ما ساكش فيك اعرف ان انت السبب. اعرف ان الازمة عندك انت. اه في شريحة بنا من كمورو المصري ماشية ولا صفحات شوش الميديا. بس برضو دي بسببكم انتو لان انتو بتقدم لناش كورة. الكسة كلها عمرها ما كانت كسة مدير فني. المدير اللي فني هيعمل ايه? المدير اللي فني عمر ما يخده لاعبته رجالة جوة الملع. عمر ما هده لاعبته روح. ولا عمر هده لاعبته الكريدة ان انتو لازم انتقاط له على الفزة او الفسارة. الكسة كساتكم انتو. انتو لو ما عندكمش دم. لو انتو بتغيروا ولو انتو بتحسوا هتفرجوا على مقش تونس و ناجيريا. مين اللي كان مراش عن تونس تكسر? ما بيش اي حد. بس لعيب التونس كانوا رجالة. اكبروا الناس كلها انها تشجعهم. تحترموا. حس ان ان هم لو قدر لها كانوا خسروا الناس كلها كانت سحفتهم. ليه? لانهم كانوا لعيب رجالة. وعندهم نخوة. انما انتو لا عندكم نخوة ولا عندكم جولة. بنقول عليكم كده ليه? لان ما كفنا معاكم تكير. بقى انا اربع خمس سنين بتتفرج عليكم وانتو بطعبكم. ونفس الجيد هو هو. فلما نتجي نتكلم معكم النهاردة ان احنا بنتمنى ان انتو تكونوا رجالة ولا واملوا مرة واحدة بس. بتاريككم مع منتخب مصر فاحنا مش بنقص عليكم. احنا فعلا بنطلب منكم انكم تكونوا رجالة مع منتخب الوطن. نتمنى ان احنا نشوفكم كلكم ابطاننا. نتمنى ان احنا نكسب النهار ده كوتيف وار. بس لو خسرنا من كوتيف وار المشكلة هتكون فيكم منتو. مش المشكلة هتكون في كروش. كروش مش هو اللي بيحارب هو الملحب. كلنا عارفين المدير الفني بيقول كلام قبل المباراة. النمق في المباراة اللعيبة هي اللي بتنفذ واللعيبة هي اللي بتكون الايكونة. نتمنى انتو تكونوا رجالة. نتمنى. ونتمنى لو خسرتو تتحملوا المسئولية. نتمنى كمان انتو لو خسرتو ما عليش يعني تروح تتقافو لكمول اللي جاي من مصر ووراكم. ما عليش يعني ربما احترمنا ليكو يعني. شوف احنا وصلنا معاكم لمرحلة ايه. وفي الاخر نفس الانتو تكسبو. مش عارف ازاي. بس ربك ربك كارين والضعاب يغير الاخدار. كلام ده كان واجع الواحد وكان في بطنه خراحة. فكرت ان انا اطلع اتكلم فيه ان الموضوع ما بيننا وبالمنتخب مصر فيه فراغ كبير اقوي فيه جاب كبير اقوي بالجمهور والمنتخب. الكسة والله العظيمة امرأة من كانت كسة مدير فني مع الجيل الفاشو ده. بالتوفيق رب الوفق.